ثلاثة ألاف كمامة طبية بادر متطوعون من أساتذة ومتربسين بمركز التكوين المهني أولاد محمد بشلف بتصنيعها كمرحلة أولية ضمن مسعى لإنتاج نحو ثمانية ألاف كمامة طبية لفائدة مستخدمي الصحة بالولاية بادر مركز التكوين المهني والتمهين أولاد محمد في مبادرة خياطة حوالي ثمن ألاف كمامة صحية بمختلف الأنواع كما عرفت الورشة حضور 16 مساعد هنا من مختلف العمال والموظفين ومتطوعين ومتربسين المبادرة تطوعية لقطاع التكوين المهني تهدف إلى الحد من انتشار العدوى وعدم تعريض حياة مستخدمية الصحة للخطر بعد تسجيل نترة في وسائل الوقاية بالأسواق المحلية خياطنا كمامات ذو نوعية قوماش وفيلتر والآن نديرو في ديبافت جي طاب بمبادرة أساتذة متربسين متطوعين إداريين والحمد لله يا ربي إن شاء الله ربي يوفقنا في المبادرة شفت المبادرة على الصفحة الرسمية للمركز وطوحت باش على الأقل نخدمه أكبر عدد ممكن من الكمامات تفشي فيروس كورونا دفع إلى تسخير ورشات لخياطة الكمامات الطبية عبر خمس مراكز تكوين بولاية الشلف على أن يتم فتح ورشات أخرى لاحقاً اشتركوا في القناة